لم تخرج الاجتماعات الإعلامية التي جمعت رئيس الوزراء قبل يومين مع قيادة البنك المركزي وكان من المفترض أن يصطحب معه فريقاً اقتصادياً متمكناً على علم تام وشامل بخلل أو المشكلة الحقيقية الموجودة حينما يأتي بن مبارك ومعه طاقمه الإداري المعتاد أو وزير النفط أو نائب وزير الصناعة هنا يدرك أن الرجل لم يفهم المشكلة بعد الرجل يعتقد أن مشكلة الأزمة والانهيار والوضع الاقتصادي هي مشكلة إدارية تتعلق بالبنك المركزي ولا يدرك أن المشكلة الحقيقية هي مشكلة اقتصادية بعدها هي مشكلة موارد هي مشكلة سوء تحصيل الموارد هي مشكلة منقطاع مصدر الدخل القومي الرئيسي للدولة هي مشكلة انهيار المؤسسات هي مشكلة الفساد الذي يعم في كل الإدارات والمرافق الحكومية هو ضياء القمارك والضرائب وعوائد الدولة تذهب إلى ميليشيات يذهب إلى البنك المركزي على اعتقاد أنه سيجد الحل السحري هناك بينما الحل السحري في السوق الحل السحري يكمن في تشكيل فريق استشاري من كبار المسؤولين في البنوك ومن كبار الرؤساء البنوك والقطاع المصري في السوق ليشكلوا خلية أو غرفة عمليات على علم كامل بكل مقريات السوق على علم بالخلل الساري أو القائم حاليا في السوق كيف تقرأ تصريحاته بأنه غير مبرر أو منطقي وأيضا يؤكد أن ما حصل ليس عفويا ويؤشر لمخطط مرسوم نحن المدعون للتكاتف لمواجهته كيف تقرأ تصريحاته للأسف شديد هو يحاول أن يهرب ويكذب ويخادع نفسه على أن هناك مؤامرات كونية عليه لأنه شخص معروف التاريخه بأنه تاريخ حافل بالبشر كل المرافق أو المؤسسات أو المناصب التي تولها الرجل لم يترك أثرا إيجابيا في كل مرفق أو في كل منصب تولى وبالتالي فهو يبحث له عن مبررات وعن مؤامرات كونية لإفشاله هل ستكتفي الحكومة بإطلاق هذه المبررات فقط؟ وماذا لديها أكثر لتعمل؟ نحن نعرف جميعا أن وضعها لا يحسد عليه وأنها تحتاج إلى معجزات وأنها تحتاج إلى إعادة تصحيح شامل كامل للقطاع المصرفي والمالي تحتاج إلى إعادة تنقية وتقويم لكل المسؤولين وفرز لكل وفلترة لكل المسؤولين القائمين حاليا الذين يعتقدون أنها فرصتهم المتاحة حاليا للكسب أكبر قدر من المصالح الشخصية باعتبارهم سيذهبون كسابقين للإستراحة خارج البلد وبالتالي فلا توقع لديهم أي هم لإنقاذ المواطن أو للشعور بمعاناة الشعب كل من يتجد من لديه منصب الآن يعتقد أن هذه فرصته المتاحة لكي يستنزف ما يمكنه أن يستنزف ويذهب إلى الخارج ليعيش أما المواطن فهو آخر هم لديه طيب وبالنسبة المواطن يعني ما الذي يندر به الوضع الاقتصادي المتردي بالنسبة لأغلبية المواطنين أنت تعرف أن انهيار العملة يعني انهيار قيم شعب انهيار مجتمع انهيار قوت مواطن وهذا يعني أنه سيدخل البلد في فوضى وفي مجاعة سنبدأ حياة الغاب القوي أكل فقير الموالد لن تكفي لأي شعب جائع انهيار العملة يعني انهيار كل منظومة القوانين والمسؤوليات والقيامة المجتمعية يعني أن البلد سيصبح على حافة انهيار شامل كامل في كل المجالات وبالتالي إذا لم تتحرك الحكومة إذا لم تدرك أولا